الاحمر الذي يلعب الاحمر الوهاج على يسار السادة المشاهدين ونتمنى ان يتواهج هجوميا كما ذكرنا اذا هذه هي معطيات المباراة ملعب اللقاء طبعا هو ملعب دينيس ساسم سواء الذي يتسعى العشرين المتفرج حاضرين وهنا محاولة للتقدم من جانب فريد ليبال ليما يلعب الكرة في الامام محاولة ملعب ما زالت الكرة هنا عائدة من خلف تمريرة ملعب امنا ولكن تقضي دفاعية تاتي عن طريق باسكان عادت الكرة مجدد من كرة عربية داخل منطقة التزاق ورأسية داية متزديدة الهدف الاول ياتي امامنا الهدف الاول ياتي امامنا لفريد ليبال هدف ياتي لفريد ليبال اول في المباراة ما على الاشياء شباب ما على الاشياء شباب ما على الاشياء شباب هذا في اول ياتي امامنا وحذروا الشباب والاخوة من الكرات العرضية ومن اللاعب الذي يعمل فرصة لا تنوموا يلعبون لك لم تخسر الجرة ولم ينسك من ابنا حتى الان ما زال امامكم جوز كامل وقادرين باذن الله على التعويض والايتام بنتيجة التعاق قادرين باذن الله ولكن كرح فرصة امام منطقة جزاء المريق الكرات العرضية التعامل معها وهذا اللاعب امامنا وسعير السعوني لم يمسن التفقية في الكرة المورد شباب الكرة العرضية لعظت امامنا واللاعب من 12 جاي على الراهة وسدد الكرة كما يشاء يسكنها في مرمى عصاب الحضري ويعلل عن الهنف الاول لفريق اليوبا ما على الشجر ما على الش قادرين على التعويض بإذن الله وشوف الثاني نتأمل فيه خيرا بإذن الله هؤلاء مدعوبة اشتركوا في القناة وحاولة كانت خطيرة كانت ستصعب مهمة القيام ولكن ربنا ستر على الكهورة الماضية ربنا ستر لقطة كانت امامنا وشوف في الاعادة هنا امامنا ومع هذه اللحظات دقائق على الارض متقطعة او متصلة دعنيها السبير اي نعم ستحسب وقت بدل ضائع لكن تفرق على الفريق من ناحية التركيز او الفريق الخصم من ناحية التركيز لما يلعب الان بطريق لما يلعب في وقت بدل ضائع ثلاث دقائق او يفقل ثلاث دقائق اثناء الوقت الاصلي تعني الكثير كورة عالية منعوبة امامنا وتصل لعصام الحضري تصل لعصام الحضري قيمة كبيرة حاولة هنا امامنا قطر اوه قطر قطط الشاطر بألف قطط الشاطر بألف يا عظامك قطط الشاطر بألف عندما قيلت قطط الشاطر بألف هذه هي عصام الحضري هذه هي عصام الحضري لسا طبعا نسأل عنها عصاب الحضري نسأل عنها عصاب الحضري اللقنة النافية ويقف بإذن الله مع المريخ ونرى الرد كسل يتجمل بأجمل حلة ونرى التآهل للمباراة النهائية بإذن الله قولي يا الله والأحمر الوهاج قادر على ذلك بإذن الله إذن هارد لك للمريخ القادم هو أجمل في لقاء الإيام رؤية فنية مزة والمهدية مع أحمد فؤاد بعد الفاصل يجب أن يفكر ريكاردو جيدا في رقابته وتقيمك الهدف أولا كابتل الهدف الأول جاء هلز لعبين ارتكاز نصر الدين الشغيل وسعير السعود خط الدفاع في العمق على الجانب الأيمن وخط الوسط لعبية الارتكاز لأنه هذا اللعب آتي من الخلف التعديف أكاد من خارج خط 18 ولم يلقى هذا اللعب برز وكان نجم نجوم الشوطة الأول لم يرغى رقابة وأحرس هذا يعني من مسؤول عن تصدي لهذه الكرة من المسؤول عن مقابلة سيزار ومرحة القصير العبية الوسطة للمرافعين نصر الدين الشغيل أو سعيد السعودي نفس اللعب أضاع آخر فرصة نفس اللعب أضاع آخر فرصة في الموارة كانت تكون قاتلة جدا يعني منها في الزمن البدل الضائع بانفراد سيكون هدف قاتل نعود نقول أنه ريكاردو لم يجري تبديلات وكان يتحسن منسى هذا اللقطة التي يحرز منها الهدف استفاد من طول قامة نصر الدين الشغيل